أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة اليوم سوف نتحدث عن كيف أعرف فصيلة دمي من تطبيق توكلنا يطرح الكثيرين تساؤلات حول كيف أعرف فصيلة دمي من توكلنا فهو من التطبيقات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية فتحرص على تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الصحة يأتي هذا في إطار المواجهات التي تقود المملكة للحد من تفشي وباء كورونا فقد وفرت إمكانية التعرف على فصيلات الدم عبر تطبيق توكلنا يأتي في هذا الإطار إضافة فصيلات الدم في بطاقة الأحوال بما يسهم في سرعة إسعاف الشخص لا قدر الله في حالة تعرضه لحدث وجهت المملكة العربية السعودية بضرورة ظهور فصيلات الدم في بطاقة الأحوال المدنية يأتي ذلك في إطار حصر البيانات الشخصية للمواطن في بطاقته تسجل فصيلة الدم في الملف الخاص بالمواطن بعد إجرائه الفحوصات الطيبية والتحاليل التي تحدد فصيلة دمه فيمكنك الخضوع لفحص الدم أو من خلال التبرع بالدم ومن ثم إضافتها وحفظها في البيانات الشخصية عبر الحساب الرسمي للمواطن السعودي في تطبيق توكلنا ثم الولوج عبر تطبيق توكلنا بعد تحميله والتسجيل عبره وإدخال البيانات الخاصة بك للولوج ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي الواقع أدنى لتتضح لك كافة الخيارات الطارئة في تحديثات فصيلة الدم والتي يتوجب عليك تحديد إحداها ومن ثم مواصلة الإجراءات تعديل فصيلة الدم في توكلنا أتاح التطبيق إمكانية تعديل فصيلة الدم إلكترونيا وذلك بالولوج عبر التطبيق ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بك اضغط على أيقونة الملف الشخصي الواقع أدنى انقر على فصيلة الدم ومن ثم على أيقونة التحديث ومتابعة الخطوات التالية في حالة عدم توفر فصيلة الدم الخاصة بك ضمن الخيارات المتاحة عبر التطبيق أفاد القائمين على تطبيق توكلنا بالتواصل عبر الرسائل الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني أو التواصل عبر الحساب الرسمي لتوكلنا على منصة التواصل تواتر فضلاً عن إمكانية التواصل أو الاستفسار عن فصيلة الدم وتوافرها في التطبيق من عدمه عبر الاتصال على هاتف توكلنا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوكم تسوموا اللايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضاً تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر